بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين إخواني العزاء أهلا في شرح جديد على قناة أسرار كثير من الأسئلة حال المكيف يصدر ضوضاء يصدر صوت مزعج إخواني العزاء يعني كثير من الأسئلة في منصات تواصل الاجتماعي أو عبر القناة إخواني ما هو الحل اليوم سوف نأخذ مكيف كوندور كمثال للحل المشكل إخواني وينطبق هذا على جميع المكيفات مهما كانت ماركتها قد يصادفك هذا المشكل نبدأ بالوحدة الداخلية ثم نذهب إلى الوحدة الخارجية لماذا المكيف يصدر صوت قوي صوت ضوضاء يعني مزعج حتى لا يستطيع أن يتركك تنام في الوحدة الداخلية إخواني هنا هو مشكل المروحة يعني خصوصا لما ركبوا مكيفات جديدة يعني ليس به عطل ليس به أي شيء ولكن صوت المروحة مزعج هنا تذهب إلى وحدة التحكم في مكيف كوندور ألفا سيبر تروبيكال رمز المروحة تتحكم في سرعة المروحة إخواني العزاء لاحظوا هذه الإشارة هنا هي خاصة بالمروحة الداخلية حين الضغط على زر المروحة إخواني لاحظوا هنا يمكنك جعله بوضعية أوتوماتيكية يعني سرعة أوتوماتيكية مكيف يضبط السرعة أوتوماتيكيا تضغط مرة أخرى 20% من السرعة الإجمالية 100% تضغط مرة أخرى إخواني العزاء 40% من السرعة الإجمالية تضغط مرة أخرى 60% من السرعة الإجمالية 100% 80% أو 100% إذا كانت السرعة القصوى هنا سوف تسمع صوت مزعج وصوت الريح وهذا يجعلك لا تستطيع أن تنام ليلا خصوصا في الليل يكون الهدوء حين الضغط على زر المروحة مطولا إخواني العزاء لاحظوا اضغط مطولا على زر المروحة قبل ذلك اضغط مطولا على زر المروحة للوضع الصامت لاحظوا إخواني تظهر هذه الإشارة أمام إشارة المروحة هذا والوضع الصامت المروحة سوف تدور بسرعة ضعيفة جدا خصوصا في الليل شغل هذه الوضعية الوضع الصامت لن تسمع أي صوت في الوحدة الداخلية لمن تزعجهم الأصوات المروحة في الوحدة الداخلية دائما زر رمز المروحة أو زر فان في أي مكيف آخر إذا كانت ماركة أخرى أو أتركه على سرعة 40% إلى 60% فهي مناسبة ولا تصدر صوت مزعج إذن لمن لديه مشكل الصوت يأتي من الكمبريسور أو الوحدة الخارجية في مكيف كوندور ألفا سيبر تروبيكال يوجد هذا الشباك إذا كان الصوت يأتي من جهة المروحة هناك من يعني يسمع الصوت يأتي من جهة المروحة كأنها فرفرة في المروحة فانزع هذا الشباك لديه أربعة براغ تثبيت انزعه هنا تجد المروحة ولكن قم بإطفاء المكيف أولا قم بإدارة المروحة بيدك ببطء ولاحظ أي شيء يعيق دوران المروحة قد يكون شريط لاسق لاسق في المروحة يصدر صوت مثلا بهذا الشكل شريط لاسق مثل هذا يصدر صوت كما تلاحظون يعني خصوصا إذا كانت السرعة سريعة في المروحة يعني يصدر صوت فرفرة وصوت شريط لاسق أي شيء يمس المروحة سوف يصدر صوت هنا أيضا في هذا الواجهة أو الوجه الأمامي للمكيف قد تجدون معوج قليلا صعد إلى الأعلى وتلامسه المروحة لاحظوا يوجد فراغ حوالي سنتيمتر إذا كانت هذه الواجهة الحديدية معوج قليلا إلى الأعلى وتلامس المروحة سوف تصدر صوت مزعج كثيرا إخواني هذا لمن يعانون إذا كان الصوت يأتي من جهة المروحة إذا كانت تسمع صوت حديد كأن حديد ينامس الحديد وهنا يكون جهة الكمبريسور إخواني ماذا تفعل هنا تذهب إلى الغطاء هنا الخاص بالكهرباء تقوم بنزعه لنزع الغطاء يوجد برغي تثبيت هنا ويوجد برغي تثبيت هنا في الخلف تقوم بنزع الغطاء ثم إخواني نقوم هذا بعد نزع هذه البراغي التي تثبيت السيبور الخاص بالمروحة الخارجية ثم هذا البرغي يثبيت الكارت الإلكتروني يوجد برغي يتثبيت هنا أيضا في الأسفل لنزع الغطاء الأمامي إخواني العزاء ونرى مصدر الصوت من أين يأتي يوجد برغي هنا في الخلف هنا في الأمام وتقوم برفعه قليلا هذا الوجه الأمامي رفعه قليلا ثم جذبه إلى الخلف أن نزعته والمكيف يشتغل حذاري من لمس المروحة باليد أو بالحديد فقط تكسرها أو تجرحه نفسك أنا هنا لماذا نزعته وهو يعمل إخواني لتعرف مصدر الصوت من أين هو يمكنك أن تإطفاء المكيف ونزع هذه الوجهة ثم نزع هذا الغطاء الخاص بالكمبريسور العازل الذي يعزل حرارة الكمبريسور فتلاحظ تجد أنبوب يلامس أنبوب أو الأنبوب يلامس النحال عفوا يلامس الحديد هذه الأنبيب مثلا هذا الأنبوب هو أنبوب السحب قد تجده يلامس الفران أو الوجه الأمامي فهو يصدر رنين ويصبح يصدر صوت مزعج إخواني فإذا وجدته يلامس أو مجذوب إلى الخلف قليلا قم بإرجاعه هذه الأنبيب الخاصة بالإلكتروفان أو الصمام العكس قد تكون تلامس بعضها البعض أيضا تصدر صوت مزعج هذه الإلكتروفان في حد ذاتها قد تكون تلامس الحديد إخواني قم بدفعها قليلا إلى الخلف فتصدر صوت مزعج فمن دفع الغاز في الكمبريسور ودوران الكمبريسور يصبح رنين في الأنبيب فيصبح يصدر صوت حين تكون الأنبيب تلامس بعضها يمكنك من هنا من هذه الفتحة أين يركب الأسلاك إذا كان الصوت يأتي من الإلكتروفان هذه دفعها قليلا إلى الخلف ملاحظة إخواني الأنبيب النحاسية إذا كانت تلامس بعضها فمع الوقت سوف تتآكل وتصبح تصدر تسرب للغاز يعني سنة سنتين تتآكل الأنبيب النحاسية من التلامس وتصبح فويت يعني يثقب الأنبوب النحاسي وهذا عن تجربة إخواني دائما لا تترك الأنبيب تلامس بعضها إذا كانت تصدر صوت بهذا الشكل قم بإبعادها عن بعضها الأنبيب يجب أن تكون مفصولة ولا تلامس بعضها دائما تأكد أن الأنبيب لا تلامس بعضها البعض أي أنبوب يلامس الآخر إخواني سوف يصدر صوت رنين صوت مزعج وكذلك مع الوقت يتآكل ويصدر تسرب لمن سألوا هل مكيف لماذا مكيفات أنفرتر المكيف عندي لا يدي كلونشي لا يفصل أبدا يبقى يعمل مكيفات أنفرتر إخواني لا تفصل أبدا تبقى تعمل تزيد من السرعة وتخفض من السرعة هذا هكذا يعمل مكيف أنفرتر على العكس المكيفات القادمة التي كانت تفصل حين تصل درجة حرارة إلى الحرارة التي اخترتها أنت فمكيفات أنفرتر تبقى تعمل باستمرار حين تصل درجة حرارة الغرفة إلى الحرارة التي طلبتها أنت تقوم بتخفيض السرعة وتخفيض سرعة المروحة الخارجية والكمبريسور يخفض من سرعته ويبقى يعمل ويثبت على الحرارة وسوف أشرح درس لاحق إخواني كيف يعمل مكيف أنفرتر ولماذا لا يفصل ومتى يفصل إذن بعد حل المشكل تقوم بإرجاع الغطاء كما نزعته في الأول الشرح بسيط ومبسط إخواني من أجل أن تفهموا تقوم بإرجاع الغطاء إذا كنت غير متأكد أنك لا تستطيع فتح فمن المستحسن استدعاء تقني مختص ليقوم بحل هذا المشكل مشكل ضوضاء في الخارج ولا تترك هذا المشكل أبدا كما قلت لكم لأن المكيف أو الأنبيب النحاسية سوف تتأكل مع الوقت إذا كانت تلامس بعضها وتثقب ويتسرب لك الغاز الخاص بالمكيف قمنا بإرجاع كافة براغي التثبيت وحللنا مشكل البروي أو الصوت المزعج في الوحدة الخارجية سواء كان في المحرك سواء كان في المروحة الخارجية وقلت لكم كيف الحل في المروحة الداخلية أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الشرح شكرا لكم على حسن المتابعة انتظروني في دروس لاحقة وشارك الفيديو مع الأصدقاء لكي تعمل فائدة إخواني الأعزاء والسلام عليكم